أعلنت فرنسا عن تسجيلها أكثر من 64 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 62 حالة وفاة خلال ساعات الأربع والعشرين الماضية وقالت السلطات الصحية في فرنسا إن حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس وصلت في البلاد إلى 36 مليون فيما بلغت الوفيات 157 ألف حالة هذا وأظهرت البيانات أنه تم إعطاء أكثر من 153 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس في فرنسا حتى الآن